أطلق المجلس الوطني لثقافة والفنون والأداب مهرجان الكويت السينمائي الثاني الذي يهدف لدعم وتشجيع المواهب الكويتية الشابة في صناعة السينما نعمل من خلال منصة هذا المهرجان على بناء سينما هادفة تستند على أطقم عمل محترفة تواكب تطور تكنولوجي وتعيد الجمهور للشاشة الكبيرة بعد الإنجراف الملحوط لشاشات الهواتف الذكية هذا المهرجان يهدف إلى تقديم ورش سينمائية مصاحبة كلها تكون مجانية مع المحاضرات خلال خمس أيام المهرجان من اليوم الافتتاح لغاية يوم الجمع القادم المهرجان ذو صبغة محلية لدعم وتحفيز الصناعة السينمائية في الكويت يتنافس فيه عشرون فيلم روائي قصير وخمس أفلام روائية طويلة هو شيء عظيم أن الكويت يكون فيها مهرجان للسينما الكويت رائدة في السينما الخليجية والعربية منذ منتصف الستينيات وشيء عظيم تشجيع الشباب الكويتي وجود خمسة وعشرين فيلم ما بين الوقت طويل وخصير مهرجان الكويت السينمائي الثاني يضم العديد من الفنانين الشباب والعديد من المحاضرات السينمائية وورش العمل خلال فترة أيام المهرجان يدعمون شبابنا اللي هم عندهم أفكار وعندهم واي قصص حلوة وجميلة وعندنا مخرجين شباب يهبلون حابين يجربون تجربة السينمائية فأنا أقول أتمنى أن مثل هالمهرجانات الصير تدعم شبابنا وعيالنا أقول الله يوفقنا ويوفق الجميع ويوفق المنتجين اللي راح يقومون أو أنهم حاليا قائمين في أفكار وعمل للسينما الكويتية وهذا فخر لنا صراحة أن نكمل مشوار السينما في الكويت موسيقى موسيقى موسيقى